الخبر الاول اللي عدنا عن التهجم اللي اتعرضت لبيسان وانس الشايب فبيسان نزهت على حسابها بالانستجرام هذه الصورة اللي كان بها بيسان وانس شايب وامها ويتعرضت بها للهجوم فكل التعليقات اللي جدت يوم كانوا حطين بهذا العلم ويتهجمون على انس الشايب وطبعا بيسان ما يصار تهذف هذه التعليق فمثل ما نشوفون بهذا الفيديو اللي كان بواحد من اصحابي قاعد يحط لايك لتعليق كاتب بيجاش مملكة الخصاص ولما لجي صاحب يريد نريد عليه مثل ما تشوفون مكتوب عليه انو بيسان حذفة هذا التعليق اكتبوني يا حباي بالكومنت شو ركب هذا الخبر وهلما يستعقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هي ياسو فياسو نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري اللي بالبداية كان تعتدر بي عن قطع من اليوتيوب سبب الدراسة ومن الوقت اعلنت انو رح تنزل فيديو اليوم وانو هذا الفيديو رح يكون فيديو ناري وراح يكون فيديو صدمة فرطكم هذه الستوريات شفوها هلو كيفكن شو اخباركم؟ بعرف اني عطعة اوكي سوري 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 بس لانو عندي امتحانات عندي كان امتحانات نهائية فالهيك شوين شغلت بس بكرة بكرة في فيديو كتير حلو يعني عن جد كتير حلو مرشو بدي لكون كمان بس انطوروا بكرة الفيديو حيكون صدما اما اليوتيوبار الثالي اللي عدنا فهو احمد ابروف احمد ازعال حسابه بالانستغرام هذا الستوري وليجان حمس بالمتابعين للمقطة اللي رح ينزل اليوم ويقلنا حذ الفيديو رح يكون فيديو تحشيش وفيديو نار وراحطكم هذا الستوري شوفو كمان اشي في فيديو هابد انا مصوره من قبل ما تصير كل الكارثة فيديو حلو هنزلكم يا بكرة انا حاليا نفسيتي مرد تسمح لي اصور اشياء بس هنزلكم يا بكرة فبكرة في فيديو جديد جمعة في اغرية الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة انس الشايب وانتشار الى فيديوها تثبت انه هو مرجال فكان حمد يسوي بها اشياء زه 18 ويا اخو وهذه الفيديوهات انتشرت بالتك توك فمثما تشوفون بهذا المقطع اللي انتشار للانس الشايب اللي كانوا ايا اخو اللي هو اسمه سامي الشايب فمثما شافين بهذه اللقطة اللي يجي بها انس شايب وصير يسوي اشياء زه 18 ويا اخو أول هو أنس شايب صير رد عليه لمنحة تاني بالخاص بهذا الموضوع رحطكم الفويز مالتا قاعد في باس وأخوي قاعد وحبني أشوي يعني وكل شاب بين الشباب بكون أي شباب بكون مبارد زي يك شغل فحالي يا حباي برد اسأل سؤال هل أنتو وأخوانكم دائما نسوي نتأشياء على حسب كلام أنس شايب أو أنو هذين الأشياء يسويها بس أنس شايب وأخوه فاكتبونا يا حباي بلكمتاز شركة بهذا الخبر ومبعد معرفت أنه أنس شايب مو رجال الخبر الرابع اللي عدنا عن نورمار فأول شي هو وصول قناته باليوتيوب تقريبا للستة مليون مشترك فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال ملايين يا رب وطبعا لا تنسون يا حباي بنتفجرون الكومنتات بالمباركة أما الشي الثاني وهو حساب جديد بالإنستقرام فمثل ما تعرفون أنه حساب الأول هو تقريبا تهكر أو تبند فهو سوى حساب جديد بالإنستقرام وطبعا حسب مقال جواني بالبث المباشر اللي كان فاتحاوية نورس طبعا ما يعرف نورس هو شخص يرجع حسابات العالم كلها جواني يقول إن شاء الله مننا للأسبوع يكون حساب نورمار رجع بالإنستقرام نحطكم اللقاء أبو النورس إذا ما برجع حساب نور من هلأ آخر الأسبوع من أنا علقك بالسيارة ونصحبك كل إستنبول بدأ حساب نور يرجع بدأ حساب نور يرجع أنا والفنزات كلهم شاء الله والله أنا نعمل لك حفل كبير بدأ حساب نورمار لكن يا حبايب نورمار تعرض للهجوم بسبب حساب الجديد والتهجوم كان من المتابعين قمار مار فبحساب الجديد نورمار في نورمار بحساب الجديد كان متابع كل أظهر فريقا اللي هما يارا مار ومحمد مار وأنور مار ولكن ما كان متابع قمار مار طبعا نفس الشي قمار مار ما كان سويا فولو لحساب نورمار بالإنستقرام فصرح شي غريب ما دري يكتبونا بكومنتاشون توقاتكم الموضوع وهل تعرفون شين السبب أو لا بس الله يا حبايب قول ما عنه المقطع يا حبايب القناة حاليا أكو عليها أربع كوبرايتات كانت ريت الرفع ولكن الحمد لله ليوتيوب بقف فيايا ومنطين الكوبرايتات فرحطكم رابط قناتي الثانية بالوصف أريدكم بتوصدوها مئة ألف مشترك على موجة صياة صمح الله شير مصار يكون عندنا قناة احتياطية وبس والله كانوا كفايزة وقت من الوقت القصص وبس مع السلام